أكثر من مائتي لقاء مباشر مع شهود عيان وسكان من 23 مدينة وقرية سورية جرت زيارتها على مدى ستة أسابيع بدءا من منتصف إبريل نيسان الماضي كانت هي المادة التي جمعتها منظمة العفو الدولية وأسست عليها تقريرها الصادر حديثا أينما حللنا كان الناس متحرقين لرواية قصتهم أملا في أن يعرف العالم ما يحصل لهم ومن ثم يفعل شيئا السؤال الوحيد الذي ردده الجميع في كل مكان كان لماذا لا يفعل العالم شيء لماذا يقف العالم متفرجا بينما نذبح نحن بالمعنى الحرفي وترصد المنظمة تصاعد واتيرة العنف والعنف المضاد عبر 15 شهرا من الانتفاضة السورية إلى أن تحولت إلى نزاع مسلح بين المعارضة ونظام السوري مسؤول المنظمة ينحون باللوم جزئيا في تدهور الأوضاع على المجتمع الدولي المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص فشل في اتخاذ الإجراء الصحيح واللازم نحن الآن نواجه وضعا متدهورا بسبب فشل مجلس الأمن تحديدا في التحرك مبكرا حين كان الوضع يسمح بتفادي ما نراه اليوم من مذابح على نطاق واسع ويشير تقرير المنظمة إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة من جانبي الصراع لكنه يؤكد أن الغالبية الكبرى منها يرتكب بواسطة النظام السوري وجيشه وميليشياته ناصر فرغلي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر